مرحبا أيها المفكرون الصغار سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الياء هكذا يكون شكل حرف الياء سوف أقوم الآن بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية قصة حرف الياء جدي ياسين قال سكر أنا أعيش في بيت جميل وروضة الجميلة هي بيتي الثاني في عطلتي أزور بيت جدي ياسين جدي يحب الأرض ويزرع فيها أشجار التين والزيتون النهاية وهنا أيها المتأمل الصغير سوف ننتقل إلى مهارة المحادثة وستقوم بتوظيف مهارتك التواصلية في المحادثة وذلك من خلال تأمل لوحة التحدث التي أمامك بعنوان جدي ياسين وتقوم بالتعبير عما تراه في هذه الصورة من الشخصيات الموجودة أو من الألوان الموجودة أنواع الأشجار أنواع الفواكه ثم تقوم بذكر اسم جدي ياسين واستكمالاً لمهارة المحادثة عزيزي المفكر ستقوم بالاستماع إلى قصة اليرعى الصغيرة ثم تنتقل إلى أوراق عمل حرف الياء وهي بعنوان اليرق الصغيرة أو اليرعى الصغيرة وهنا عزيزي المتعلم ستنتقل إلى مهارة القراءة فستقوم بدورك بالتمييز حرف الياء وصوته وحرف الياء مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة وأيضاً حرف الياء مع المدود الطويلة الألف والواو والياء حرف الياء مع المدود القصيرة ياء يو يي حرف الياء مع المدود الطويلة ياء يو يي أيضاً عزيزي المفكر ستقوم بتجريد حرف الياء من الكلمات الموجودة أمامك وذلك بأن تميز شكل حرف الياء في وسط الكلمة وحرف الياء في آخر الكلمة كلمة تين تين يوجد حرف الياء في وسط الكلمة ثم تنتقل إلى لفظ حرف الياء مع المدود القصيرة والمدود الطويلة ويتبعه أيضاً أن تضع دائرة حول حرف الياء في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة وتنهي هذه الصفحة بأن تصل خطاً بين الصورة التي في اسمها الياء ومع حرف الياء تنتقل عزيزي المفكر إلى حل ورقة نشاط القراءة وبذلك تكون قد أنهيت جزئية مهارة القراءة وذلك من خلال وضع دائرة حول حرف الياء في الكلمات المعروضة أمامك وهكذا وهنا عزيزي المتعلم ستقوم بالبدء بمهارة الكتابة وهنا عزيزي المتأمل عليك أن تتأمل حرف الياء الموجود أمامك وأن تقوم بتلوين النخيل الموجود في هذه الصورة بالألوان الحقيقية التي تراها في واقعنا في هذه الصفحة أيها المتأمل الصغير عليك أن تقوم بكتابة حرف الياء في بداية الكلمة وكتابة حرف الياء في نهاية الكلمة